موسيقى أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا ليوم الاثنين سبعة عشر أيار القمر رح يتواجد اليوم ما بين السرطان ورح ينتقل للأسد هو الآن موجود في منزلة الطرف في برج السرطان وهي للمضرة والمشاكل ورح يمكث في هذه المنزلة لغاية الساعة أربعة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح يوم الاثنين بعدها بده ينتقل لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر الآن موجود في السرطان وحكينا أن تأثيره لما بكون ببرج السرطان بأثر على الجميع الأبراج أنه منشعر في هذه الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إلنا والأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صور التذكارية أو أمور إلها علاقة بالذكريات يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا بحيث أننا في هذه الفترة بنشعر بحافز لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا شراء عقار أو زراعة نبته ما مثلا أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية فلكية رح تكون معنا هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة وخمس دقائق صباحا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء ومن أفراد العائلة طبعا بعد الزاوية هاي لأنها هاي آخر زاوية اليوم قبل خلو المسار فعشان هيك بيبدأ بعديها مباشرة يعني خلو المسار ساعة ستة واثنين وعشرين دقيقة صباحا بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة اتناعش وثلاثة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش طبعا وهذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إثمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في أثناء خلو المسار في زاوية رح تتشكل هي زاوية بطيئة هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين الشمس وبين بلوتو وهاي رح تكون فيه تمام الساعة تسعة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها الساعة اتناعش وثلاثة واربعين دقيقة بعد الظهر القمر بكون استقر في برج الأسد وبلش يشكل أول زاوية لا إله زاوية منفصلة طبعا ما رح نذكرها اليوم نذكرها في حلقة الغد طبعا تأثير القمر لما بصير موجود في برج الأسد بيكون الناس من حولنا في هذه الفترة أكثر كرما مما اعتدنا عليه من ناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفين مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا طبعا بالنسبة لخلو المسار القادم رح يكون بما أنه القمر موجود بالأسد رح يكون خلو المسار القادم يوم الأربعة تسعة تاش خمسة رح يبدأ في تمام الساعة سبعة واثناشر دقيقة مساء ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية وثمانية وخمسين دقيقة مساء لينتقل بعدها القمر لبرج العذرة أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود يعني بلش يتشكل بشكل هلال كامل والآن بعد هاي الزاوية اللي حكينا عنها التزديس بديه يبلش يتجه لاتجاه المربع فالقمر الآن الهلال المكتمل هلال كامل ست أيام في تمام الساعة ستة وواحد وخمسين دقيقة صباحا بيصبح سبع أيام نسبة الإضاءة طبعا خمسة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيدة بنسبة خمسة عشرين في المية القمر في السرطان وفي الأسد وراح يستمر في الأسد ليوم تسعتاش خمسة سعيد بنسبة ثلاثين في المية وبقل كل ما اقتربنا لساعة المساء يعني بنزل لغاية ما يوصل لمنتحس تقريبا عند منتصف الليل عطارد في الجوزاء حتى يوم تسعة وعشرين خمسة سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم اثنين ستة سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في السرطان حتى يوم احداش ستة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشرين ستة سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشرة في المية ورا نصف الثاور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشرة في المية نبتن في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من الآن لغاية ساعات الظهر تنهمكوا في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة لا تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو ضاغط والمسؤولية كبيرة ممكن تكون على موعد بالعلاقة بارتباط مهم ما بجوز في هذا الموعد الفشل طبعا اليوم برضو بدك تحذر من مصاريف منزلية لغاية ساعات ما بعد الظهر ساعات بعد الظهر بتبحثوا عن قاسم مشترك بتجمعكم بأحبائكم بتعيش لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات الأجواء بتصير إيجابية ولصالحك بكثير من الأمور برج الثور بتنشطوا في أمور الها علاقة بالسفر والاتصالات أهم شيء تكونوا أكثر صبرا على الطرقات هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان بتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرة بتدافع عن مبادئك ولكن حاول أنك تكون بتدافع بليونة ودبلوماسية انتبه لكلامك وإحفظ خط الرجعة أو دائما خلي في نوع من أنواع الاحتياط إليك اليوم ممكن تتمم لقاءات أو اجتماعات عمل مهمة ممكن تتخلى لها بعض القرارات المهمة في ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية والاهتمام ببعض المسائل العائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك برج الجوزة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو ممكن يحصل على هدية أهم شنكو تخففوا من النفقات بتميل للتفاوض والمساومة وبتنشط بالرحلات والاتصالات وبتتجرأ في النقاش هذه فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة ولا تقديم الامتحانات ولا المطالبة بحقك مارس حقك بالكامل وبرضو حاول أنك تمارس صلاحياتك بالكامل في ساعات بعد الظهر بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات كونوا أكثر وعي فقط على الطرقات أثناء القيادة وأثناء الحركة برج السرطان أنتم مشحنون بالنشاط والحيوية أكثر من الأيام الماضية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم بس ما تترددوا في فرض وجهة نظركم أو ما تبالغوا فيها حتى ممكن اليوم تحقق انتصار وتظهر مزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع هاي فترة إيجابية حاول أنك تستغلها برضو الأجواء كلها داعم لإلك ممكن شوي يكون فيه نوع من أنواع الإهتمامات أو الأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية والقروض والديون فيه قرارات جديدة ممكن أنك تحاول تتخذها خلال هذا اليوم لكن ادرسها بشكل جيد وابتعد عن فترات خلو المسار في ساعات ما بعد الظهر بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن مشتريات غير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضيعة برج الأسد طبعا من الآن بيظل التعب مسيطر عليكم لأن القمر ما زال موجود في السرطان في بيت المتاعب فعشان هيك بيظل اليوم برضو متعب لغاية ساعات ما بعد الظهر حاول أنك فقط تنجزوا ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة بتكون مرهق وقليل الحماسة ممكن أنك تكون بتنتظر جواب أنا بقول لك ما تنتظروا لغاية ساعات الظهر لأنه ظروف فارغة وبتهدأ الأجواء وبتخف وطيرتها حتى الركود أهم شيء أنك ما تستعج الأمر عشان ما تقيب آمالك حاذر من تراجع صحي مع اقتراب ساعات بعد الظهر القمر بوصل لعندك تم تلقوا نشاط بعدها وهو حيوية وبتقلب بعض الخيارات والتوجهات لا أمور بتناسب وضعك أو بتناسب الوضع اللي أنت موجود فيه بتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك بشكل كبير برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهم شيء أنكم تتجنب وانتقاد أحدهم بيحمل اليوم إليك فرصة مناسبة لحشد التأييد والدعم وهذه الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم لإلك أنت بتملك القدرة على التواصل البناء الظروف حاشدة والدعم الحالي إليك جيد حاول أنك تلعب دور بناء لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر طبعا رح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لا توقع على عقد وما تحسن أمر هذه فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ بسبب أن القمر رح يدخل للأسد له بيت متاعبكم فرح يعطل عليكم كثير من المسائل في الأيام القادمة برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل ممكن يحمل لك هذا اليوم مسألة شخصية بتسبب لك نوع من أنواع القلق أو عبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة لا تجازف باستقرارك المعنوي أو الشخصي خلال هذا اليوم هدئ من روعك في بعض الانطلاقة ممكن تثير التوتر أو الخلافات عندك في بعض من بعد الظهر أو من ساعات بعد الظهر بتنشطوا بين الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة أو دعم أحد الأصدقاء للكم وممكن برضو تكون في مساندة للكم برج العقرب بتنشطوا في مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أهم شيء تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لانفراج مسألة كانت ضاغطة بالأيام الماضية هاي فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تحاذر من المتاعب والوعكات الصحية من ساعات بعد الظهر بتحافظوا على سمعتكم وحاولوا انكم تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية يوم مناسب للي بيبحث عن عمل ولكن بدك تتجنب الخلافات واسعى لتلطيف الأجواء وحاول انك ما تخالف القوانين بالفترة هاي لانه أي شيء بشوه سمعتك حاول انك تبعد عنه برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكي أو تعويض ولكن حاول انك تسارع لتصحيح الأخطاء ولا استعادة ثقة الآخرين لا تسمح للخلافات بتأزيم أو بالتأزم لا سيما مع الأحباء ناقش وفاوض وما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع عبر عن رأيك بهدوء وما تستفز أحد هاي فترة شوي بكون فيها نوع من أنواع الضغط على الصحي أو النفسي بشكل كبير في ساعات بعد الظهر بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أهم شيء تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الجدي طبعاً عادةً لما بكون القمر مقابل تماماً للجدي يعني بكون موجود بالسرطان فبعطي حالتين بدعمك على مستوى الشراكة واهتماماتك بالشراكة شراكة المالية العاطفية علاقتكم مع الأزواج ولكن بسحب من طاقتكم فهاي دورة كل ما يلف القمر ويوصل مقابلكم بكون هي فيها نوع من أنواع الضعف والضغط عليكم مش إني أنا بتآمر على برج الجدي أو بكره برج الجدي فعشان هيك بيركز على الشراكة ولكن وبحثكوا على أو بعطيكوا صلاحيات للبحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة ولكن بسحب من طاقتكم فبتصير هاي فترة متوترة وممكن تتورط في أزمة ما أو مشكلة ما ممكن تضطر للإبطاء بمسار لبعض الأمور أو الخطوات أو تغيير نمط معين لا بأس في هذا الموضوع أنك تغير اتجاهاتك وما تحاول أنك توجه انتقاد أو خلافات مع أي شخص في ساعات ما بعد ظهر القمر رح يتحرك ويصير في البيت الثامن يعني شوي بخفف الضغط عليك بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا إنجزوا بس الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية برج الدلو بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زميل بتكثر اللقاءات والاجتماعات ممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي بتكثر المسؤوليات والالتزامات على أنواعها كون حريص على أعملك وباكر لعملك عشان ما تتراكم عندك الأعمال وما يصير ضغط حتى على المستوى الصحي من ساعات ما بعد الظهر القمر بيصير مقابلك تماما في الأسد عشان هيك بيدعمك في تعزيز الشراكة شراكة المالية والعاطفية وعلاقتكم مع الأزواج ولكن بتكونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات ومن تضخيم الأمور لأنه الفترة هاي بتعطيك إيجابية على المستوى الشراكي ولكن بتسحب من طاقتك فبدك تنتبه برضو لأمورك الصحية برج الحوت ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم ابتحتفل بإنجاز أو انتصار وبتنمو بعض العلاقات وبتزدهر هاي فترة مثمرة وكثيرة الإنشغلات والتحركات لكنها فترة حظ ونجاح وتقدم في ساعات ما بعد الظهر طبعا القمر بيصير في البيت السادس هو بيت العمل وبيت الصحة فبتكن تنتبهوا كثير لصحتكم أكثر من المعتاد إذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي راجعوا الطبيب بيتراكم برضو فيها هاي الفترة العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم هاي فترة جيدة للتعاون مع أشخاص بيشتغلوا معكم أو زملائكم لمساعدتكم أو نصرتكم في أعمالكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء